إيران وفت مندوبها لدى منظمة أوبيك حسين كادم بور أردبيلي عن عمر النهزة 68 عاماً فجر اليوم السبت بعد دخوله في غيبوبة قبل أسبوعين إثر نزيف في الدماغ وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان نشرة على موقعها أن كادم بور أردبيلي كان قد دخل في غيبوبة قبر فترة بسبب نزيف في الدماغ إلى أن توفي فجر اليوم السبت في أحد المستشفيات طهران